استقبل صاحب السموة الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء استقبل في مقر إقامته بقصر ضيافة الملكية بمدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن صاحب السموة الملكية الأمير فيصل بن الحسين الذي نقل إلى سموه تحيات أخيها عهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وتمنيات جلالته لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفد حفظه الله ورعاه وغرحب سموه بصاحب السموة الملكية الأمير فيصل مشيدا بمتانة العلاقات المتميزة والتي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وصلاته وروابط التعاون المشترك متمنيا لهذه العلاقات دوام التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر